دكتور كيف تتابع الكلمات اللي ألقاها الرئيس الفتاح السيسي واللي كانت واضحة جدا في الدلالة بطلبات واضحة وبتعكس رؤية مصرية للأوضاع من قلب المنطقة شوف حضرتك هو طبعا تحليل مضمون الكلمات اللي قالها الرئيس كلمة الرئيسية في جزء من الكلمات والرسائل اللي وجهها الرئيس السيسي بتركز حول الطرح المصري أو السياسة المصرية في الأقليم وهذه السياسة بطبيعة الحال هي سياسة معلومة للجميع لكن ربما الرئيس هنا بيحدد نصوص وتوجهات مباشرة بمعنى أنه حينما تكلم مثلا على القضية السورية كلمة أمس غير كلمة اليوم اليوم خريط الطريق واضحة المعالم بالبنود والعناصر حالك أشارت وتقرنت بعناصرها كخريط الطريق كاملة بناء عليه إذا أردتم الرئيس بيقول مجتمع الدولي توفرت إرادة سياسية أن تبدأوا من هنا هذه أسس الحل وهذا والطرح المصري وليس فقط طرح نظري لأنه النهاردة في نقطة مهمة أوي أنه مصر صحيح أنها عضو غير دائم في مجلس الأملك أنها تستطيع أن تمارس دورها في إطار هذا فبالتالي لا تقل عن أي دولة موجودة في مجلس الأمن بصرف النظر عن التمثيل والوجود فالتالي ليس صحيح أن الرئيس بيطرح ده في فضاء سياسي أو مجرد تسجيل موقف عشان أمور تبقى واضحة إنما ده يمكن أن يكون بداية لتحرك مصري مباشر وأظن أنه الرئيس سيسوا بيتكلم في ذهنه هذا لأنه هو ذكر العالم أنه مصر استقبلت في المجلس المصري الشؤون الخارجية الأطياف السورية مرتين ففي فرصة لهذا هل ده معناه أن مصر عندها القدرة والإمكانية والأليات المباشرة لهذا على المستوى النظر والعمل موجود لكن طبعا طبيعة الحال كما تعلم الملف السوري ينفتح على صراعات عديدة وفيه تفاعلات معقدة من دولة إلى أقليمي وأطرافه وكلاء عديدة فبالتالي وهو يتحرك لابد أن يكون هناك تحسب للحركة المصرية هناك أطراف إقليمية عديدة مقتصرة مش مقتصرة على السعودية ولا على إيران ولا تركيا وأطراف أخرى أحزاب وتنظيمات تعلمها لها دور في المسألة السورية أيضا هذا الأمر طرح بالنسبة للملف إسراء العرب إسرائيل وهو يتحدث هو يذكر من أسيوت إلى نيويورك ما جرى ويجري نحن بنتكلم على أسس حل دولتين لشعبين على الأرض ثم تحدث عن تفاصيل لابد أن يجمد للسيطان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ثم أفق للحل تقوم على المرجعات الدولية المتعارفة عليها لكن زي ما كنت بكلم مع علي السفير هو ركز على المبادرة العربية ولم يذكر أسس المبادرة الفرنسية في أسيوت ذكر المبادرة الفرنسية بالتفاصيل وأفكار ومرجعيات أنا أظن هنا الرئيس يتحدث بإسم العرب لأنه لو حضرتك بتسألني قولا واحدا تحليل مضمون باقي الوفود العربية المشاركة مروا مرور كرام على القضية الفلسطينية وأظن أن الرئيس أبو مازل حيتكلم خلال الساعات المقبلة على توجهات الفلسطين نحو هذا الملف أيضا بطبيعة الحال حينما وجه الرسالة مرة أخرى للشعب الإسرائيلي وكأنه يقول أنا في سابق المرة الأولى تكلم على ده على مستوى القيادة وخرج عن النص وخرج عن السياق خرج على النص في هذا بنفس الأداء اللي كلم فيه في المرة الأولى في الملفين الآخرين ملف اليمن وده كان مهم أو يقول أنه المفاوضات المفاوضات تتعصر لاعتبارات كثيرة وعلى مجلس الأمن والمبعوث الأمن يكون لدور يعني أنتم مش هتبقى متلقين لده لأنه كما تعلم مفاوضات في الكويت توقفت لاعتبارات معينة والسيناريو اليمني مفتوح إذا انتحدث الرئيس على سوريا على السرع العرب الإسرائيلي على اليمن وجملة الملفات الأخرى العربية في هذا الإطار فأظن أن تحليل المضمون لكلمات الرئيس كانت واضحة المعالم فيها جزء منه بيسجل موقف للدولة المصرية الدولة المصرية موقفها تجاه السراعات العربية في الإقليم لابد أن تكون واضحة ويمكن القضايا دي أوصد الشريف أوضح عند الرئيس من القضايا الداخلية اللي مر عليها الرئيس فيه النصوص الأولى فيه كلمة أمس أو كلمة رئيسية أما أتكلم على إجراء الانتخابات التحولات السياسية في مصر وجود مجلس نواب وجود فرص لتمكين المرأة والشباب ثم تعرض فيه ده أنه أصبح لدينا دستور لاحظت حضرتك وهو بيتكلم بيمر مرور بيذكر العالم بما جرى لكن في القضايا الدولية والإقليمية توقف الرئيس وأعطى تفاصيل في هذا يعني ده الإطار العام في التحليل طبعا وبتحدث الرئيس بصفتين صفة أنه يمثل أفريقيا في مجلس سلم والأمن طبعا الإفريقي وبيتكلم على دور لمصر تتوقعه في المرحلة المقبلة يعني أنت كمصر هتستقبل كوسيت في الملف جنوب السودان وأتكلم في هذا وكان واضح أن الجانبين رحبوا بهذا ففي حركة هتتحرك مصر تجاه ملف جنوب السودان كملف مهم للأمن القومي المصري فهيبقى مطروح في إسراء العرب الإسرائيلي بيكلم حضرتك على دور للمبادرة العربية وبطبيعة الحال للدولة المصرية في سوريا استقبال الأطياف السورية في مصر بصورة غير مباشرة أتكلم كمان عن إرسال المساعدات وقال لهم إحنا نجحنا قبل كده كمان في إرسال المساعدات وإنه موقف مصر ما يتغير يعني إحنا بطبيعة الحال موقف مصر من الأزمة السورية واضح المعالم ولم يتغير هرجع لحضرتك في استكمال تحليلك اشتركوا في القناة